حرص نصر أبو الحسن رئيس النادي الإسماعيلي على إجراء جولة تفقدية لبعض المنشآت داخل النادي الإسماعيلي برفقة مصطفى شلأ من السندوق في مجلس الإدارة وتقابل المهندس نصر أبو الحسن مع محمود جابر رئيس قطاع الناشئين بالنادي وتحدث حول القطاع والخطة التي من المقرر عمل عليها من أجل مد الفريق الأول بالناشئين المميزين وعلى جانب آخر يبحث فريق الإسماعيلي بقيادة إهاب جلال عن الفوز التالت تاريخيا على فريق سيراميكا كروباترا في المبارلة تجمعهما يوم 17 يناير الجاري في إطار المنافسات للجولة الثانية من كأس رابطة الأندية وتعد مواجهة كأس الرابطة المقبلة المواجهة السامنة تاريخيا بين الفريقين منذ صعود سيراميكا كروباترا لدور الأضواء والشهر ونجح الإسماعيلي في تحقيق الفوز في مبارتين وخسر مبارتين وحسم التعادل ثلاث مواجهات وسجل لعب الدرويش عشرة أهداف واستقبلت شباكهم عشرة أهداف أيضا وصفر إهاب جلال إلى الولايات المتحدة الأمريكية لحضور دورة تدريبية سريعة على أن يعود قبل مواجهة سيراميكا المقبلة ليكلف حمد إبراهيم بتدريبات الفريق لحين عودته من أمريكا ويعمل إهاب جلال على التطوير الدائم لكافة الأمور الفنية حيث يحرص على الحضور لكثير من الدورات التدريبية من أجل الاطلاع على كافة الأمور الحديثة في عالم التدريب